موسيقى نشرة الأخبار أهلا بكم وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد النصر المصادف للتاسع عشر من مارس وأكد الرئيس الجزائري أن مناسبات الاحتفاء بعيد النصر تعمق لدى الشعب الجزائري حسا يقضا ضامنا للتلاحم الوطني حاميا لدولة المؤسسات وفاضحا لطابور النفخ في أبواق الحقد التي تزداد إغالا في التيه والمذلة مضيفا أن هذا يأتي في وقت تحررت الجزائر فيه من الارتهان لدوائر الفساد والابتزاز وانطلقت بحزم في مشاريع وورشات التنمية تسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب وسارعة يضيف الرئيس إلى خطوات وطنية شجاعة في اتجاه الاستدراك والتكفل بمصالح البلاد الاستراتيجية على الوجه الأنجا الرئيس الجزائري أكد أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة تعكسها داخليا مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية وحجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية للقضاء على ما تبقى من مظاهر الهشاشة والغبن بعد طي ملف مناطق الضل كما أكد الرئيس التبون أن الجزائر قطعت أشواطا على الصعيد الخارجي تتمثل في المكانة التي أصبحت تتبوأها والدور المحور الذي تطلع به كاملا فخورة بمجدها التاريخي ومعولة على مقدراتها الذاتية وعلى شباب مبدع شغوف بالحداثة مواكب للتكنولوجيات المعاصرة وجدير بمراكز الريادة والقيادة الرئيس الجزائري أضاف أن الاحتفاء بعيد النصر مناسبة متجددة تستمد منها طاقة محاربة المظاهر البائسة والاندماج في توجهات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالموازات مع الانخراط الفعال في ديناميكية تعزيز الشركات مع الدول الشقيقة والصديقة انطلاقا من موقع الجزائر الجغرافي وتأثيره على خارطة التوازنات الراهنة إقليميا ودوليا وبرؤية قائمة على تبادل المنافع في الاقتصاد والاستثمار وتفعيل التعاون العسكري والأمني تمكينا لمقومات حصانة الوطن وعزة الشعب الرئيس الجزائري جدد في ختام رسالته العزم على بناء جزائر قوية بإعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل وتثبيت ركائز أمنها القومي منوها أنه على ثقة بأن ما تم تحقيقه هو حصاد التمسك بوحدة الصف والسهر على تكاتف الجهد قال وزير الخارجية الجزائرية الجديد أحمد عطاف إن الرئيس عبد المجيد تبون أعلمه برغبته الشخصية في الارتقاء بالسياسة الخارجية إلى مستويات فاصلة من النجاعة والنفوذ والتأثير وأوضح عطاف في كلمة له بعد استلام مهامه وزيرا للخارجية الجزائرية خلفا لرمطان العمامرة أن الملفات الجهوية تمر بتحولات وتقلبات وتغيرات عميقة ما يحتم على الدبلوماسية الجزائرية التفطن لكل تابعاتها شرفت منذ يومين بلقاء سيد رئيس الجمهورية واستمعت منه مباشرة إلى إرشاداته وتوجيهاته وتعليماته وهو يهدف بها كلها إلى الارتقاء بالسياسة الخارجية للوطن إلى مستويات فاصلة من النجاعة والنفوذ والتأثير وصرح الوزير أن العالم يعيش أزمات متعددة تنظر باختلالات في منظومة العلاقات الدولية مشيرا إلى أن الظروف الحالية مثقلة بتحديات وأخطار ومخاطر كبرى على الصعيد العالمي أخيرا هناك أزمة الترابطية وأزمة في الترابطية وهناك أزمة العولمة وأزمة في العولمة وهناك أزمة فيما يسمى ببنية الأمن الجماعي وما تنظر به من اختلالات في منظومة العلاقات الدولية فالظرف مفهم بالتحديات الكبرى والمرحلة ثقلة بالأخطار والمخاطر والمخاطر أعطاف أكد أن السياسة الخارجية الجزائرية تعد من مقومات الأمة الواجب تعبئتها للحفاظ على مصالح البلاد وضمن أمنها واستقرارها موقع سياستنا الخارجية من كل هذا هو أنها مقومة من مقومات الأمة التي يتوجب تعبئتها قصد الحفاظ على مصالح بلدنا وضمان سبل الأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار التي يصب إلى التمكن منها بكل حق وبكل مشروعية في خبر آخر أنهى الرئيس التونسي قيس السعيد مهام وزير الداخلية تفيق شرف الدين وعين كمال الفقي خلفا له بيان عن الرئاسة التونسية أفاد أن الرئيس التونسي أصدر الجمعة أمرا بتسمية كمال الفقي وزيرا للداخلية بعد إنهاء مهام تفيق شرف الدين بصفته وزيرا للداخلية عزز إعلان جنوب أفريقيا وتنزانيا في بيان مشترك أعقب زيارة رئيس تنزانيا سامي حسن إلى بريتوريا عزز الدعم الأفريقي للقضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في زخم دولي تتوسع فيه رقعة الدعم للقضية الصحراوية ولحق شعبها في تقرير المصير تواصل الصحراء الغربي انتزاع انتصارات دبلوماسية وتعزيز مواقف القارة الإفريقية المرافعة شعوبها لصالح عتق الصحراويين من احتلال ذا قويلاتها جنوب إفريقيا وتنزانيا تجددان دعمهما مسعى تقرير المصير في بيان المشترك أعقب زيارة أجرتها الرئيسة التنزانية سامية سلوه حسن إلى بريتوريا من خلال إجراء الاستفتاء وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك من بين أمور أخرى أكدنا من جديد عزمنا المشترك على ضمان أن يكون شعب الصحراء الغربية قادرا على ممارسة حقه في تقرير المصير وسنقاوم أي جهود لإحباط التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي أو للتقليل من مكانته داخل الاتحاد الإفريقي دعم دعم دول دعم دول محورية في إفريقيا القضية الصحراوية مشهد واحد من مشاهد الدعم المتكررة في القارة آخرها كينيا وأنغولا وجنوب السودان ما يؤكد وفاء القادة والشعوب الإفريقية لمبادئ التحرر والإنعتاق ودعمهما لإنهاء آخر احتلال في القارة الإفريقية خير دليل مكاسب سياسية وديبلوماسية وقضائية وحتى إعلامية انتزعت فيها القضية الصحراوية الاعتراف الدولي من طرف أزيد من ثمانين دولة من قارات العالم الخمس وأمام هيئات ولجان الأمم المتحدة وعلى رأسها اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار لكن قيادة البوليساريو تسر بأن النضال ما زال مستمرا على عدة جبهات حتى يتحقق مسع الاستقلال وتضحظ أكاذيب الاحتلال المغربي وممارساته التي أسقطتها فضائح هزت العالم في شأنية الفلسطيني اقتحمت قوة الاحتلال الصهيوني السبت قرية تعنك غرب جنين وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن قوات الاحتلال وبتعزيزات عسكرية اقتحمت وشنت حملة تمشيط وتفتيش بالقرية في السياق كثفت قوة الاحتلال من تواجدها العسكري ونشرت قناصة بين أشجار الزيتون بمحاذاة معسكر سالم العسكري هذا واستشهد شاب فلسطيني مساء أمس الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب المدخل الشمالي للبيرة بالضفة الغربية المحتلة وقالت وزارة والصحة الفلسطينية في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب يزن عمر خصيب ذي الثلاث والعشرين عاما بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه أكد أمين وسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ أن الوفد الفلسطيني سيشارك غدا الأحد في قمة شرم الشيخ بحضور دولي وأقلمي وقال الشيخ في تغريدة له على حسابه بتويتر إن المشاركة تأتي للدفاع عن الفلسطينيين مطالبا بوقف العدوان الصهيوني المتصاعد على الشعب الفلسطيني إلى شرم الشيخ تواصل السلطة الفلسطينية مساعيها لوقف شلال الدم الفلسطيني وانتهاكات الكيان المهتم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ أعلن عن مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ الأحد إن المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا ووقف كافة الإجراءات والسياسات التي تستبيح دمه وأرضه وممتلكاته ومقدساته اجتماع يأتي بعد فشل قمة العقبة في تحقيق أي نتائج بسبب تنصل حكومة نتنياه الفاشية من الاجتماع وإصرارها على المضي في سياساتها القمعية ضد الفلسطينيين خصوصا فيما تعلق بالاستطاني والإعدامات الميدانية التي خلفت لحد الآن قرابة تسعين شهيدا من بينهم سبعة عشر طفلا وامرأة منذ بداية العام الجاري ولعل تصريحات وزير الكيان إتمار بن غفير التي قال فيها إن ما كان في الأردن سيبقى في الأردن لخير دليل على إنكار حكومة نتنياه أن تكون قد التزمت في قمة العقبة بتفاهمات تخص الجانب الفلسطيني سيما تجميد بناء المستوطنات أو وقف عدوانها على المدن الفلسطينية داخل الضفة الغربية المحتلة ليس هذا فقط بل استبق الكيان المحتل قمة شرم الشيخ بإطلاق تهديداته للفلسطينيين متواعدا إياهم بتصفيتهم أو الزجبهم في سجونه مصادر إعلامية قالت إن لدى جيش الاحتلال قائمة بأسماء المطلوبين الفلسطينيين لقتلهم واعتقالهم قبل وخلال شهر رمضان قال وزير الخارجية المصر سامح شكري إن محادثاته مع ناظره التركي ملود جويش أوغلو السبت كانت صادقة وعميقة وشفافة حيث يتطلع البلدان إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع جويش أوغلو في القاهرة إنهما ناقش إمكانية عودة الصفراء فيما قال أوغلو إن بلاده سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى الصفراء في أقرب وقت ممكن كانت وحثات معمقة وشفافة وصريحة بحق أهمية ما نراهم من أهمية لهذه العلاقات بالتأكيد هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قبل رئيسي البلدان عندما اجتمع في الدوحة وتكليف وزيرية الخارجية بمسؤولية إطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات السنوات الماضية أود بشكل خاص أن أشكر الحكومة المصرية والشعب المصري مرة أخرى على الدعم الذي قدموه لنا بعد الزلزال في تركيا أنا متأكد من أنه ستتحلنا الفرصة لرفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى في أقرب وقت ممكن انتهت النشاء شكرا لكم تبقى الروابط الإلكتروني للقناة في الخدمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر